ايه؟ ايه؟ انا ميتو ايه دي امارة؟ امارة ازاي يعني؟ وليني بتقطك؟ بتقطي ايه؟ تشافاني عشان تشوفي بتقطي مو حضرتك اللي هتقراها لي ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفان بس في واحد عريف قاعد جوه وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ابوكي اخونا لدانه المعاد وبعدها هو مش موجود ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا جدا طلبوه في المعهد عندك طلبوه في المعهد؟ يان هارسوا دمنيل طب كان فيها الضرة بتاعتي هنا دور علينا هاي هاي خلاص 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 لقيتها طيب روح انت اعمللنا شايه وانا هخش له منعيه يوا كده لا 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 مستحيل الصده مستحيل مستحيل ما عليش ياصل المفصلات بتاع الباب تلاقيها متنشينا شوية انا عارف لا 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 ارجوه 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 ما عليش ما عليش انا انا هاسف اصول الببان انت عارف الببان القديمة بتاع الزمان كت يعني عتائي شوية والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصالة ايه اللي واقع على السورة دي؟ اهلا اهلا وسهل اهلا وسهل الشايه نهش ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه يوم حضرتك اصلي ناهد مش جنبي لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني ما تتصورش انا اعصادي تعبان هادي ايه طيب يعني تحب حضرتك اهديلك النور شوية او اطلبلك دكتور او حاجة انا مخاف متضلمة انا اعصادي ثابت عشان عملت 8 عمليات زرعة عصب في نفوخ هلا يكون فعوان حضرتك يعني انا اسف معيش طيب طلبات حضرتك ايه لا 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 اهده 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 مفيش حاجة ده الشاي اهده بس اهده اهدي عصب مرسي يا ناهد ها كنا ايه يا ناهد لا انت هتعودي ولا ايه عيب روحي قطر بس هو كلامك لا 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 معلش 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 هازل حضرتك اخو ناهد ايوه انا اخوها طلبات حضرتك ايه بقى انا ما ليش طلبات انا فنان مبدع ممثل يعني لا نقاش وعندي عدتي وفرشتي ورولتي نقاش طب يارين بقى نتكلم شوها على امكانيات يعني الشقة والعفش والمهر والحاجات دي لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي ما عنديش فلوس ما عنديش الحاجات دي ما لحضرتك بقى جاي تتجاوز برولتك ولا ايه والله يا حضرتك موافق خير وبركة كسبت فنان مبدع رافض ما تفرقش معايا مش اول مرة ترفض يا سلام هفجت يا رد 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 حاضر رد 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 انا عزوز انا في البيت اه لا معليش اصلا عندنا عريسة عصاب وتعبانة شوية وقف سوزتك اموس خلاص خلاص اوكي اوكي انتريك عين تيهانة بعد ما بوصل عربية وفجرت التليفزيون اسف يا بابا ما كانش قصدي اسف يا قليل الاذب يا كذب يا حيوان وطي سوزتك وطي سوزتك انت مالك انت مين ده اكيد صاحبك وفزان زيك لا يا بابا ده واحد ملمس خالص ملمس يعني ايه انت بضيح بضيح اختري من نفسك بدل ما مجينا عليك ده اعصاب وتعبانة اوك اعصاب وتعبانة على روحه يا بابا مش على ايه انا ده عريس ناهد اللي انت مدينه معادي النهاردة انت مش موافز اتع برره بره – برره غلق الماضيع صخف ليه كده ليه كده اتعب BET وبلش يعمل من بيتي يا بابا انا مقولش كده هاهو انت كتل من الله اشتري شطوا ايه اكيد من الدماجك هاي يا بابا باستقرستاح الا عاجawi بقى وستي صودم اححاصب انا قد كتب اتعب ما هذا الوقت يوم انت في هاكل خضرة بقى مش الدكتور قالك خف منها دخولي يا جنزق ايامك شو لك يا اختي قبيلة خالد يا اختي يا ابتة يا اختي بقولك ايه يا عزوز شفتلك ملام اسمو زي وشك بتاعتتجوز جواز انا هتجوز ياما وهتبقى من العروسة بقى ايه رأيك في نهد اختي ميدو بس انا خافة تقدم له ويرفضوني واخسر ميدو صحبه ليه؟ ما انت معك دبلوما قدت دانيا ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين شيف لي انا الموضوع ده المهم انت موافق عليها طبعا موافق ياما نهد بنت ناس وطيبة ومتربية وموضوع النادارات والنظر ده مقدور عليه بس انا سمع ان جاله عريس ورفضوه بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف وانا مش نقص حرق الدم ملكش دعوة ربنا يساهل يعني هتساعديني ياما من اين يا حسرة ياما مع المكافأة بتاع تابوي الله ارحمه موجودة كلها وما صرفتش مانا يا حاجة شل اخدري زرخصي ده معايا منهم مليم احمر طب بتدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخدري مني بجد ومعرفش هتسرف فيك فتفك كيسك وتل على تحت البلاطة ايوة ياما بس محتاج له مساعدتك برضا خلاص لما يوفق القول يا رب ياما يرزقك بفدلين خاص تجري فيهم وتاكل لحد ما تشبعي يادري يا كريم يا رب ماما ماتتكلم يا واد ماتتكلم انت يا ماما ماتتكلم يا بابا ماتتكلم اقول ايه انا فاهم حاجة في امانة عندكو وجايين لنا خوادها امانت ايه انت عملت ايه تاني والله يا بابا ما عملت حاجة امانت ايه يا اما بس انت جاي تفك وديعها يا عم صابر يعني الامانة دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني وانت عرفت ناهد امتى امتى يا عم صابر دراساكن قدامكم بقى لي خمسة وعشرين سنة مش عارفها ازاي ماخدتش باري منا خاص ملكش طلع ولو سايش شغال فين في الكشفة لا يا عم ده انا زابة امن اه وانت ايه رأيك كاميده في اه امكانيات ووضع المادي الشكل وطريق الكلامه والله يا بابا اللي انا عارفه انه هو رائدله على ارشين كده والارشين دول يصطروا اختك في الجواز هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في الارشين دول انت قلبك يا عميد بحظر يا بابا بحظر والله بحظر يلا ارجع باطر حظر عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد رأيها للاول بأس اي دوني اي فرصة فكرة موسيقى 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 انا ميدو ايه كل صلة وانت طيبة وانت طيب اه لسيتها عرافة ميدو صاحب رامزي اهلا اهلا لخوة واقل الباي فريند بتاعي ماباكي يعرف المخضوع ده لأ طبعا ها قلت ايه مش وقت الكلام ده بقى تعال معي عشان خاطري انا مش عارف ازاي انت يتفكري في الحاجات دي يلأ تعالى يا حبيبي محدش وقت بقاله اوه مش وقته وازاي بتفكري في الحاجات دي يا روح تعمل ايه مع القلطة ده نجالك قليل فيهم ده دي القعدة اللي انتوا جايين تقعدوها انا بعضا اصدن اسمها اكساس بولفريند ايه اللي جابوا هنا ده جدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنوف هو ده امي نورو سيت من كلام الفاضي ده عشان خاطر سيبني عشو عايق باين عليه خاك من حاجة كده في الفنجان ما خاف من ايه؟ يعني تكون حاجة كده ولا كده ولا ولا ايه؟ خليك في نفسك لو سمحت وانت يا ست خلصينا الطريق الوعر ملياء المطبات يا بنتي ايوه ما انت مش شايفة جسمه عامل ازاي؟ بتقول ايه يا استاذ؟ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد اوي كده كملي فيه تعبان في حياتك من اسبك على طول مش قلتلك؟ اوه لا يا جا انت زودتها اوي شكرا